وصل إلى البلاد فخامة الرئيس إبراهيم حمد صالح رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق له في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تتناول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مسال يوم المطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد محمد خليل سفير جمهورية المالديف لدى مملكة البحرين وعدد من المستقبلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر